موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الأمور الكرام أخوات الكريمات حلقة جديدة من مرنامج صلاة الذين نحن تعليهم ومع الدرس الأخير في هذه الدروس التي نتعلم فيها من سيدنا الصالح عليه السلام والدرس اليوم بعنوان وأنا أريد التفصيل مقصود هذا التفصيل في العنوان الهدوء والتروي وطول النفس مع اليقظة أو بين قوسين أنا عنوانت الدرس بي عدم التعجل لكن ما هو عدم التعجل الذي أقصده هو عدم التعجل المكون من هذه المكونات الأربعة أنك لا تتعجل لأنك هادئ لأنك متروي لأنك طويل النفس لكن في نفس الوقت يقظ مش غافل طبعا هذا الدرس يعني توضح في مشهدين لكن قبل ذلك يعلمنا سيدنا الصالح عليه السلام أن سالك الصراط المستقيم إنسان غير عجول بل هو إنسان هادئ متروي يقظ وطويل النفس والمشهد الأول الذي وضح هذه المسألة هو الآية 27 من سورة القمر وأنا لن أقرأ فقط الآية سأقرأ الآياتي لقبلها حتى يتمضح المشهد بشكل كلي لاحظوا قوم سيدنا صالح ماذا قالوا له يقول الله عز وجل كذبت ثموده بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر لاحظوا كلمة غدا سيعلمون غدا لا تتعجل يا صالح وهنا سيأتي له التوجيه سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم هنا الشاهد فارتقبهم واصطبر كن يقظا يا صالح في مشاهدة المواقف وفي معرفة الساحة وما يدور فيها من أفعال وصراعات وتحالفات ولكن اصطبر لا تكن عجولا هم يشتمونك هم يحاولون أن يستفزوك هم يحاولون أن يستخفوك من المطامع رسالة صارت مستقيمة تقول لك سيعلمون غدا من الكذاب الأشر انتظر واصبر الزمن كفيل بكشف كل هذه المؤامرات والمكائد وكل هذا الكذب المشهد الثاني هو في سورة هود الآية رقم 65 الآن هذا الشيء حصل يا أخوة قبل في المشهد الأول قبل أن يعقروا الناقة الآن حتى بعد ما عقروا الناقة كان هناك عدم تعجل لأن الله عز وجل يريد أن يعلمنا أنه في التأني السلامة وفي العجل الندامة يجب علينا أن نبتعد عن العجل قدر الممكن فيقول الله عز وجل في الآية فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب طب الآن لماذا ثلاثة أيام؟ لأنها مهلة جديدة أيضا أن تمايزوا عن بعضكم لا تبخوا مع هولا المفسدين الذين سيحلوا بهم العذاب ذلك وعد غير مكذوب لأنه لاحظوا لماذا يقول مثل هذا الشيء؟ لأنه سيدنا صالح من منهجه كان أنه يرتقبهم ويصطبر فرضوا بصاعوا يسخروا منه يا صالح ائتنا بالعذاب وهو قد قال لهم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ فكان الله يثبته ويقول له سيعلمون غدا من الكذاب والأشير فارتقبهم ويصطبر الآن حقروا الناقة قال لهم لا تعقروا الناقة لا تمسوها بسوء لاحظنا في حلقة الإنذار والعذاب قال لهم هناك عذاب أليم هناك عذاب قريب وهناك عذاب يوم عظيم فالآن حقروا الناقة لم ينزل فورا للعذاب فقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام لما هذه الثلاث أيام هي فرصة لبعض الأشخاص حتى يؤمنوا وينضموا إلى صف سيدنا صالح وهي أيضا فتنة لبعض الأشخاص سيدنا سيستمرون بالاستهزاء بالعذاب وعذاب أليم وقريب وكذا وين ما أتى أنا هذا العذاب لذلك كان من المناسب أن تقفل الآية بهذا القفل ذلك وعد غير مكذوب إذا لاحظوا هذا الصراط المستقيم هدوء تروي تمهل نفس طويل لكن شو مغفلة أبدا لا يوجد غفلة يقضى مستمرة فبالتالي هذا شيء مهم جدا ونحن نسير في الصراط المستقيم لما قال لهم هذا الشيء وهذا العذاب يا أخوة هذا الشيء يعلمنا أنه الواثق من نفسه والواثق من الإمكانيات الموجودة بين يديه هذا إنسان لا يحتاج إلى أن يتعجل ولا يحتاج إلى أن يرتكب أخطاء في هذه العجلة لماذا؟ لأنه لا يسير على منهج رد الفعل أو الاستفزاز لا إنه عبد مكلف يسير على وفق المنهج البنائي القرآني على وفق منهج رسالة الصراط المستقيم في بنائها لهذا الكون لذلك قال له الله عز وجل بعد ثلاثة أيام سيحل العذاب فقال لهم خلاص أنا أسير أنا عبد مؤمور لا متمرد هكذا من نفسي أفعل ما يحلولي أبدا وهكذا هم أهل الصراط المستقيم أيضا يسيرون على وفق التعليم التي وضعها لهم الله عز وجل لذلك نحن يعدنا قاعدة الزمن جزء من العلاج جزء من البناء جزء من التكوين هناك أناس كثير يعني يا أخوة للأسف يحرقون الزمن يحاولون حرق المراحل أنه يحاولون أن يصيوا للنتائج بأسرع وقت ممكن هذا لا يجوز ليس منهج أهل الصراط المستقيم منهج أهل الصراط المستقيم فارتقبهم واستبر سيعلمون غدا من الكذاب والأشر أضف إلى ذلك هذا يوضح لك أنه لما قال لهم أنه ثلاثة أيام هذه معناها أنه القضية مش شخصية المسألة مش مسألة شخصية لو كانت المسألة مسألة شخصية وانتقامه وشابه ذلك لكان فورا عذبهم لكن هي قضية رسالية يحاول سيدنا صالح رغم كل ما فعلوه أن يهدي أكبر عدد ممكن منهم طبعا أنك في ظل هذه الاستفزازات وفي ظل هذه التحديات وكل الصعوبات اللي يواجهها أهل الصراط المستقيم أن يصبر الإنسان ويتروى ويكون طويل النفس ولا يتعجل هذا شيء يحتاج للأمانة جهود كبيرة ويحتاج من الإنسان يكون عنده طاقة تحمل عالية لكن مما يعينه أربع أمور أنا أريد أن أذكرها إن شاء الله بشكل سريع وربما تفصل في أوقات وأماكن أخرى النقطة الأولى أن عندنا نحن مفهوم محوري في ديننا وفي رسالتنا لا أكرهها في الدين فبالتالي مدام عندنا لا أكرهها في الدين لا يجوز لنا أن نتعجل على أحد نبلغ رسالتنا نوضحها بالنصيحة وليس بشتاء والبهدلة ولكن لا يجوز لنا أن نستعجل النتائج ونستعجل الثمار والمخالفون نعذبهم والموافقون لا أكرهها في الدين النقطة الثانية وظيفة المسلم في هذه الحياة التبليغ للإجبار وما على الرسول إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر فإذن هذا الأمر أيضا يساعدك على أنك تصبر وتترو أنت ليست توظفتك الإجبار أنت توظفتك أن تبلغ وأن تنشر هذه الرسالة النقطة الثالثة أيضا للهامة والتي تساعد الإنسان أنه هدف الناس في هذه الحياة إنقاذ الناس لا أهلاكهم فإذن أهل الصلاة المستقيم إذا يعني خسروا شخصا من الناس ومات على الكفر فإنهم يندمون كثيرا على هذا الشخص ويقولون خسرنا روحا كما كان يقول يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفلتت مني نفس أفلتت مني نفس ولما سر بذلك اليهودي الذي أسف فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار فإذن هناك حرص شديد حرص شديد على ماذا ليس على أجبر الناس إنما على أنقاذهم وليس على إهلاكهم النقطة الرابعة أنه ليس من مسؤوليتنا حساب الناس إنما حساب الناس على رب الناس لذلك السيد المسيح يوجه للمؤمنين رساله ويقول لهم لا تنظروا في ذنوب الناس وكأنكم أرباب مش أنت الذي يعني مكلف بأن تحاسب الناس وتبدأ توزع هذا مؤمن وهذا مسلم وهذا ظال وهذا كافر وهذا زنديق وهذا على النار وهذا على جهنم وهذا مع أبو الهب وهذا مع أبو جهن أعوذ بالله ليست قضيتك ومسألتك حساب الناس وتحذيب الناس ومشابه ذلك لحظنا في درس العذاب إنذار بالعذاب هنا أيضا تروي وهدوء إذن هذه الأربع مفاهيم تساعدنا كثيرا على أن نصبر أو نتروى لا أكره في الدين وظيفتنا أن نبلغ الناس هدفنا أن ننقذ الناس ليست مسؤوليتنا أن نحاسب الناس أيضا إذا أردت أن تهزم عدوك لكن بطريقة شريفة وطريقة أهل الصلاة المستقيم أهل الصلاة المستقيم أخوة لهم أعداء بالضرورة ويتغالبون مع أعداء بالضرورة في بعض الحالات فإذا أراد أهل الصلاة المستقيم أن يهزموا الطرف الآخر لكن ليس بالأسلوب الهمجي بالأسلوب البربري اللي تتبع البشرية اليوم أسلوب الحروب والقتل وسفك الدماء هذا الشيء إذا أراد أهل الصلاة المستقيم أن يهزموا الآخر العدو الآخر بدون سفك دماء فهذا الشيء يحتاج وقتا وزمنا طويلا لذلك أحد الدعاء إلى الله يقول يجب علينا أن نتقن فنجرح العدو بقطنة وثق بالجدار بإبره فلماذا؟ لأنه مثل هذا الشيء هو ما ينتج على المدى البعيد جرح العدو بقطنة وثق بالجدار بإبره وهذا يحتاج وقت وزمن طويل 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 خيلوا ويحتاج هدوء ويحتاج ضبط نفس ويحتاج تروي ويحتاج عدم تعجل قضية أخرى يجب أن نوضح أنه ليس الهدف اجتثاث أهل الباطل إنما الهدف اجتثاث الباطل الإعلام محمد الغزالي يقول إننا لا نريد قتل المريض إنما نريد القضاء على المرض إذن فهذا الشيء أيضا يجعلنا أشخاص نحاول دائما أن نكون غير عجولين مو فورا ندعو على الناس ويا رب أهلكم ويا رب لا تذر على الأرض المكافرة يدي يارا اليوم هناك ناس يمثلون دور سيدنا نوح مع اختلاف الظروف وفي الوسائل وفي الأوامر وما شبه ذلك ويبدأون يدعون على الناس وعليك بهم فإنهم لا يعجزونكم وما شبه ذلك فإذن يجب نحن علينا أن نميز ما بين الباطل وبين حامل الباطل قضية أخرى أيضا أنه مثل هذا المنهج لما نستخدمه مع الناس هذا منهج يقلل من استفساز واستعداء الآخرين علينا بل إنه يفتح جسور للتواصل معهم يعني نحن نكون هادئين ونكون طويلي النفس ونضبط أنفسنا وأعصابنا أنا أقول لكم هذا شيء صعب جدا وهذا يحرق الأعصاب للأمانة ولكن اضبط نفسك يا أخي الكريم يضبط الإنسان نفسه ولا يتعجل ربك لما ينطقها الإنسان يندم عليها السنوات الطويلة يعني أهدئ نفسك كن هادئا لا تتعجل وافتح جسور للتواصل مع الآخرين لا تدري بما سيفتح وبأي مفتاح سيفتح هذا القفل قضية أخرى أيضا أنه لا يوجد في قاموس الصراط المستقيم ثقافة تصفيت الحسابات أو الرغبة الانتقامية من الناس لأنه رسالة الصراط المستقيم جاءت بمبدأ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه يعني رسالة الصراط المستقيم لما أتت إلى الناس ما قلت لهم أنا أريد أن أجردكم من أموالكم ومن مزاياكم ومن مناصبكم لا قالت لهم أريد منكم أن تبقوا في أماكنكم لكن استثمروا هذه الأدوات وهذه الأماكن وهذا النفوذ في الخير لا في الشر في الإصلاح لا في الإفساد فإذا هذا الشيء أيضا يحتاج طول نفس أما لو كانت القضية قضية تصفيت حسابات وانتقام ما يستطيع أن يكون طويل نفسه وما يستطيع أن يكون غير عجول لأنه يحاول أن يفترس الطرف الآخر بأغرب فرصة ممكنة يعني على بدأ كما يقولون بتغدى فيه قبل ما يتعش فيه هكذا المبدأ الانتقام الفكرة قبل الأخيرة والتي أريد أن أدقق فيها كثيرا يا أخوة أيضا عدم التعجل أهم جدا حتى يصبر أهل الصراط المستقيم في الثبات على رسالتهم فإننا كثيرا يا أخوة في مواقف الباطل نتيجة عجلتنا يعني ننهار وننحرف كيف يتم ذلك؟ أحيانا أنت يكون لك حاجة عند بعض الناس يبدأ هذا الشخص يساومك بسمعك كلام ممكن يعطلك يعني مثلا تريد أن تمشي ورقة مثلا فيبدأ يعني يتحايل عليك وضائعات وراقك وما شابه ذلك وبدك تروح تجيب لي من المكان فلاني كذا وبدك تروح تصور لي كذا وبدك تروح تحلق وبدك تروح تساوي وا 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 ما شابه ذلك نحن في كثير من الأحيان نكون عجولين لا نملك هذا الصبر اللي يثبتنا فننهار لهذه خلاص أخي شو بدك من الأخير؟ فبالتالي يجب علينا أن نصبر يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لاحظوا صبروا وصابروا القضية الأخرى أيضا أحيانا وأنا هذا موقف حصل معي بشكل شخصي أنه كنا يعني مسافرين من منطقة إلى أخرى وكان يعني صاحب الباص إنسان جشع وإنسان لص يعني بالمعنى الحرفي للكريمة يريد أن يأخذ مننا يعني أجار زائد على الأجار المعتاد بشكل كبير يعني كان هناك يعني اتفاق أنه لن ندفع له أكثر من كذا وكذا الشاهد أنه الخطة في النتيجة يعني يعني انتزعت نوعا ما ما الذي نزعها وما الذي أفسدها؟ أنه هناك أناس انهاروا لم يملكوا تلك المصابرة بدأ هذا الشوفير اللص يعني يساومنا بشتري المازوات حر بنزلكم برجعكم ما شابه ذلك مرة ترغيب مرة ترهيب لم ييأس ولم يمل لكن الأسف كثيرون من الناس انهاروا خلاص الألف والألفين والثالتالاف ما بتتغنينا والما بعرف شو وما شابه ذلك فنتيجة تعجلهم ما ثبتوا هو ثبت وهو صبر هم ما صبروا في النتيجة ارتكبوا الحرام كيف ارتكبوا الحرام؟ لما قبلوا أن يكونوا تتذكرون قضية محاربة الإفساد وأنك أنت لا يعني لا تقبل على نفسك أن تكون محل للفساد أصلي فلاحظوا كيف أن الصبر يجب أن نوظف الصبر وعدم التعجل في مثل هذه السياقات هناك أناس كثر الأسف ينهارون بسرعة في كثير من هذه المواقف أحيانا أنت تطالب بحقك في مكان من الأماكن يبدأ شخص يهددك وما شابه ذلك وكذا إذا انهرت وأصبحت الآن تتراجع وتكفى نفسك اندأ خرص يعني خسرت الجولة ولكن إذا كنت صابر وكنت طويل النفس ورابط الجائش لا يعني تكسب الكرة عليه فهذه الفكرة هامة جدا وحساسة جدا أرجو أن نقف أمامها جيدا الآن الفكرة الأخيرة وهي أهم فكرة في تقديري في هذا الدرس يا أخوة نحن في هذه الحياة الدنيا لن نعيش إلى الأبد يعني بالمناسبة هي فترة وسنمضي إلى دار الخلود الدار الباقية وهناك حساب تكلمنا في الحلقة ماضية عن عذاب لاحظتم الفوائد الكثيرة والكبيرة لقضية يعني عدم التعجل والهدوء والتروي وأننا يعني لا يكون عندنا رغبة وحب الانتقام أحيانا يعني أو مش أحيانا في غالب الأحيان التسامح هو الحل في كثير من الأشياء من أجل هدف واحد تعرفوا ماذا هو بس حتى نوقف الانحراف ونوقف القتال ونوقف الدمار ونوقف يعني أنا أتكلم عن دمار بنيوي ومادي لا أحيانا دمار معنوي شخصين يتعاركان مناظرة وجدال وما شابه ذلك وتعريه وكشف زيوف وما شابه ذلك فالآن هناك قضية محورية تساعدنا في هذا السياق وتساعدنا على ألا نتعجل لأنه مثل هذه الرغبة في الانتقام والمغالبة تأتي من العجلة أن إيماننا بوجود يوم آخر سيقتص الله عز وجل فيه من الظالمين وسيعيد الله عز وجل في ذلك اليوم الحقوق لأصحابها حتى أنه لا يقتص للشات التي ليس لها قرون من الشات القرناء التي كانت تنطحها إيماننا بمثل هذا الشيء يعيننا أكثر على أن نملك هذا الهدوء وهذا التروي وطول النفس وعدم التعجل يعني أنا في الدنيا قد أضع يدي في يد شخص أسائلي وشخص يعني أكل من حق الشيء الكثير لكن أنا لا أضع يدي في يده من أجله بل إنما أضع يدي في يده حتى لا نخسر أكثر وأشكوه إلى الله وأسأل من الله عز وجل أن يعطيني حقي منه يوم القيامة فإن ما استطعت أن أخذ منه هذا الحق في الدنيا فسأخذه منه يوم القيامة أحيانا هؤلاء القتل والمجرمين يا أخوة أحيانا أنت تضطر يعني أنه خلاص نوقف يعني تجد مثلا بعض العائلات يصبح بينها ثارات هذا قتل هذا هذا قتل هذا هذا يعني نقول لهم في نهاية أخوة يعني يجب أن يأتي الصرح وإلا بعض الناس سيفني بعضهم بعضا يقولوا لك تب فلان قتلوا فلان سفكوا يقول لهم إذا لم يثبت على شخص بعينه وإذا لم يكن في الشريعة وفي القانون يعني يدينه يعني خلاص كيلوا أمركم إلى الله فإن هرب هذا القاتل في الدنيا فإنه لن يهرب من الله عز وجل يوم القيامة بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين فبالتالي يعني مثل هذا الصلح سيحقن الدم بين الناس سيحقن الدم بين العائلات وسيوقف الفساد والإفساد ولكن ربما نعم في الدنيا يفلت من العقاب لكنه لن يفلت في الآخرة فبالتالي نحن إذن من خلال كل هذا يعني نحاول دائما ونسعى إلى أن نوقف إفساد المفسدين بشتى الطرق وحيانا الصلح ووضع اليد باليد أو أفضل وسيلة لأنك يعني توقف إفساد هذا الشخص في البداية فبالتالي أنت توقف إفساده أولا ثم تعمل على تهيئة بي أو ظروف تعاكس هذا الإفساد وفوق ذلك أيضا تحاول أن تهيئ بي أو ظروف تعمل على مخاسبته على ما فعله على مقترف ولكن إن لم تستطع وإن لم نستطع كرسالة سالة مستقيم تحقيق هذا فأن عقيدتنا وإيماننا بأن هناك يوم آخر وأن هناك يوم حساب سيقف فيه كل الناس بين يديه الله عز وجل يعني يجعلاننا في مأمن عن هفوات الحقد والانتقام وما شابها ذلك وبالتالي هذا يعيننا أكثر على أن نتحقق بقول الله عز وجل فارتقبهم واصطبر وكل ذلك يعني كما أشرت في البداية كل ذلك بتركيز هذا لا يعني الغفلة لا يعني أن نترك الحبل على الغارب لا يعني أن نطنش كما يقول الناس لا نحسب لكل شيء حساب ولكن يكون عندنا الصبر الحظيم هذا هو الدرس الذي أراد سيدنا صالح عليه السلام أن يعلمنا إياه والآن كيف يكون عدم التعجل في الصراط المستقيم الخطوة والنقطة الأولى الصبر الكبير الإنسان اللي ما عنده صبر يا أخوه لا يستطيع إلا أن يكون عجولا الخطوة الثانية ضبط النفس أيضا الإنسان اللي نفسه تتحكم به وهو يتحكم بنفسه وهذا إنسان لا يمكن له أن يكون غير عجول هذا عجول لكن الإنسان اللي يضبط نفسه يكون إنسانا غير عجول النقطة الثالثة عدم لفت الأنظار والتحرك بإنسيابية يعني هناك هدوء وهناك تروي ولكن هناك يقضى هذا الإنسان لا يعني يسعي لأنه لفت الأنظار إلى نفسه وليس المحور نفسه هو وليس هو الشخص الذي يعني يدور حوله كل شيء لا المحور هي الرسالة في التالي هو يتحرك بإنسيابية تتماشى مع متطلبات ومعطيات الرسالة يعني أحيانا تحتاج كما ذكرت في الفكرة الأخيرة في الدرس تحتاج إلى مرونة وتحتاج إلى شيء من يعني الحنكة في التعامل من أجل أن توقف الأفساد فبالتالي هذا الشيء مطلوب جدا النقطة الرابعة عدم استعجال النتائج وحرق المراحل لأن الزمن جزء من التكوين جزء من العلاج وجزء من البناء النقطة الخامسة لابتعاد قدر الممكن عن شخصات الأمور والقضايا إيانا أن نجعل الأمور بيننا وبين المختلفين عننا أمور شخصية لأنه لما تنتقل القضية إلى قضايا شخصية فلن تحل يعني بالمناسبة لنبقي الأمور بعيدة عن شخصنا النقطة السادسة رد الأمور في كل ما نختلف فيه مع غيرنا إلى الله عز وجل والاحتكام إلى الله عز وجل الله عز وجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما إذن اختلفنا مع الآخرين هؤلاء يقولون الحق معنا وهؤلاء يقولون الحق معنا ما الميزان الذي سيفصل لنا؟ نحتكم إلى الله عز وجل مش نحتكم إلى الانحراف وإلى الأهواء والرغبات والجهل الأداء ونقطة السابعة والأخيرة التركيز المستمر وعدم الغفلة إذن هذا الصبر لا يعني أننا كما قلت في الحلقة نطنش ونترك الحبي على الغارب لا نبقى مركزين ونرصد كل شيء ونحسب كل شيء ونضع كل شيء في الميزان ونضعه في مكانه الصحيح لماذا؟ تبرز لنا الفرص التي نحاول من خلالها أن نقلب الطاولة على المفسدين وبطريقة لا يعني ينتج عنها فتنة أكبر هذا الشيء يجب أن نفهم وبتالي هذه سبع عدوات هامة جدا إن شاء الله تساعدنا على التحقق بهذا الدرس وإلى هذا الحد نصل إلى ختام رحلتنا في هذا العام مع سيدنا صالح عليه السلام أسأل الله عز وجل أن يفعنا بما علمنا وما قلنا وأن يجعلنا من أهل العلم العاملين وأن يصلي ويسلم على سيدنا صالح عليه السلام وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن يجعل سيدنا صالح عليه السلام شفيعا لنا يوم القيامة وأن يجعل سيدنا وقرة عيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا يوم الحشر الأكبر ويوم الفزع الأكبر إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر